ازاي اكو جماعة عاملين ايه? اتمنى كلكو تكونوا بخير ان شاء الله. وكنت عملت انا بوست على بتاعت اليوتيوب بقول انه وصلني ولو حد عايز يعرف حاجة عنه اقولها في الفيديو او لو حد عنده افكار اقولها في الفيديو يكتبها ليه في الكومنتات وفيه كومنته اخد اكتر لايكز تقريبا بتاع اكس ميدو او بتاع واحد اسمه اكس ميدو وكان كتبلي التفاصيل بالزبط اللي انا اعمل عليها او النقط اللي انا اعمل عليها هو انا عادة انا بمشي بالنقط دي بالزبط يعني انا في اي او اي مراجعة انا بعملها بمشي على النقط دي ولكن خلينا نمشي على النقط بتاعت اكس ميدو ونشوف النقط دي هتودينا الفيديو مبدئيا هنا هنتكلم عن اكتر حاجة مميزة في الجهاز او اكتر حاجة الجهاز بيتميز بيها واللي هي الشاشة بتاعت الجهاز. دلوقتي انا ما شفت الشاشة الحقيقة عاملة كده في جهاز فئة متوسطة او في جهاز بسعر تلات تلاف وتمينمية جنيه لان هيجي بسعر تلات تلاف وتمينمية جنيه فدي حاجة الحقيقة بالنسبة له ممتازة جدا جدا ومميزة جدا في الفئة دي. فشاشة هنا بتسميها او النوتش اللي هي النقطة اللي بتبقى بس هي اللي في الشاشة واللي هي بتحتوي على الكاميرا وفوقيها في البازل اللي فوقيها او في الحفة اللي فوقيها هنلاقي السماعات وبقية الموبايل كله شاشة ما عندناش غير الحفة اللي تحت اللي هي رفعيعة جدا جدا. فهنا بالنسبة للموبايل فئة متوسطة او بالنسبة لموبايل كمان بتلات تلاف وتمينمية جنيه دي حاجة ممتازة جدا فبتوصل هنا حجم شاشة لحجم الموبايل او بتوصل لتسعين في المية انا مش عارف الحقيقة تسعين في المية دي رقم آآ يعني اناش كنت شايفها اكتر الحقيقة من تسعين في المية انا اقدرها مسلا بتلاتة وتسعين او اربعة وتسعين في المية لان حقيقي مفيش اي حواف خالص في التليفون غير الحفة الصغيرة جدا اللي من تحت والنقطة اللي هي فوق بتاعت الكاميرا. المهم ان شاشة نفسها بتيجي بحجم ستة واتنين من عشرة بوصة بدقة واللي هي الصراحة لما استخدمتها او فترة استخدمة للجهاز اللي هي تقريبا اسبوع ونص او اسبوعين مش فاكر. ملقتش فيها اي مشاكل خالص. ملقتش فيها اي بيكسلات واضحة. الوانها كانت ممتازة جدا. تولدها للالوان كان ممتاز. ما فيوش اي مشاكل خالص. فالشاشة هنا بتاعت الجهاز الحقيقة حاجة كويسة جدا. زيادة لنسبة حجم الشاشة الحجم الموبال اللي بيقدمها فالحقيقة حاجة اه ممتازة جدا في الفئة السعرية دي. تاني حاجة هنتكلم عليها واللي هي التصميم. تصميم الجهاز كله جاي من البلاستيك. الظهر من البلاستيك او والحواف نفسها او الجناب نفسها او الفريم نفسه من البلاستيك. دلوقتي بلاستيك او البلاستيك ده في ميزة وفيه عيد. الميزة اللي فيه ان هو لو وقع مش هيكسر خالص زي ما شفنا في فيديو عبدالله رخة بتاع الاوبو الاف ناين لما قاعد يدغدغ وخالص على الارض وما تكسرش خالص لان هو البلاستيك ما بيتكسرش بسهولة غير لو تانيته بايدك وكسرته لكن مش مجرد ان هو وقع فهيتكسر خالص العيب اللي فيه ان هو مش هتحس ان الجهاز بريميم اوي في ايدك او مش هتحس ان الجهاز غالي اوي بمعنى ان انا وردت واحد صاحبي الجهاز من بعيد قلت له الجهاز ده بكام قال ليه تمن تلاف جنيه او تسعة تلاف جنيه اول ما ميسكه ولاقاه ان هو بلاستيك وكده قالي لأ باربعة تلاف جنيه او اربعة تلاف وخمسمية جنيه فهنا هيديك ميزة عدم الكسر وهيديك العيب للاسف ان هو مش هتحس ان هو بريميم اوي في ايدك لان هو طبعا من البلاستيك اللون اللي معايا ده لون اه كده او لون متدرج شوية واللي هو الحقيقة اول مرة اشوفه في موبايل واللي هو بيتدرج بين الازرق او اللبني اللي الفضي كانت دايما الشركات تعمل الموفو الازرق او الموفو الاحمر او الازرق في سود ولكن هنا جاي باللون الازرق بيدي سلفر هي ازواق الحقيقة اللون ده ولكن اللون ده انا عجبني شخصيا بحس ان هو سما كده يعني بحس ان هو مدي الوان السما كده ولا حاجة زيادة اول انعكسات اللي بتظهر في خلفية الموبايل طبعا زي ما احنا متعودين من اونر ومن هواوي والكلام ده الحقيقة اول انعكسات دي ممتازة جدا وبيدي الموبايل شكل ممتاز جدا برضو الانر تان لايت بيجي بنفس المعالج او البروستر اللي احنا شفناه في نوفا ثري اي وشفناه برضو في الانر ايت اكس واللي هو كيرن سبعمائة عشرة المعالجات دي الحقيقة ادتنا اداء كويس جدا في الهواوي نوفا ثري اي وادتنا كمان اداء كويس جدا في الانر ايت اكس وكمان هنا هتدينا نفس الاداء طبعا لانه هو نفس المعالج ولكن الغريب هنا ان شركة اونر حطت تلاتة جا جا رام بدل اربعة جا 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 رام زي ما شفنا في انا لما سمعت ان الجهاز ده نزل بتلاتة جا 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 رام الحقيقة ما تحمستش قوي ليه اداء الجهاز خصوصا ان احنا خلاص دخلنا على الفين وتسعتاشر فالبرامج تقلت جدا والبرامج كاترت جدا فموضوع تلاتة جا 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 رام بالنسبة الفئة السعرية دي ما بقاش حلو قوي ولكن لما انا جربت الجهاز الحقيقة ما لاحزتش فرق كبير قوي عن الاربعة جا 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 رام ده حقيقي فعلا كل اللي لاحزته بس ان البرامج اللي في الخلفية كانت بتقفل بدري عن الاربعة جا 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 رام يعني كان بيفضي رامات او كان بيفضي برامج في الخلفية عن الاربعة جا 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 رام ولكن يازال ان الموبايل ده لو كان باربعة جا 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 رام هيبقى افضل بكتير من التلاتة جا 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 رام خصوصا ان انت مسلا ممكن تكون فتح برنامج في الخلفية وعايزه يفضل مفتوح وترجع له تاني تلاقيه يتقفل فهدي حاجة الحياة دايقتني ولكن في الاستخدام العام او في الاداء الجهاز مش هتحس باي فرق خالص بحيث ان انت لو كنت بتستخدم الهواي نوفا 3 اي او لو كنت بتستخدم الانر ايت اكس هتلاقي نفس الاداء بالزبط نفس سرعة فتح تطبيقات نفس كل حاجة بيعملها لك الانر ايت اكس او الهواي نوفا 3 اي هعملها لك هنا في الانر تان لايت وكمان الجهاز جاي بزاكرة داخلية بسعة 64 جيجا برضو كافيين ان انت تحمل عليهم البرامج بتاعتك او العلعاب بتاعتك او اي ان كان هتحمله على الجهاز فالحمدللله ان هما ما عملهوش 3 اتنين وتلاتين عملوه 3 اربعة وستين بس انا كنت اتمنى ان الجهاز ده يجيب 4 جيجا رام عشان يبقى زي البيع كمان اللي مساعد اداء الجهاز ده ان هو يبقى كده اللي هو الاندرويد باي فالجهاز ده جايب احدث اصدار الاندرويد اللي هو اندرويد باي او اندرويد ناين وكمان جايب احدث اصدار لوجهة المستخدم بتاعت هواوي اللي هي اموشن يو اي ناين الحقيقة الوجهة متغيرتش اوي او متغيرتش في شكلها اوي ولكن اللي انا ماحزته انا باستخدم الموبايل ان الوجهة خفت بكتير جدا عن زمان يعني زمان كنت لازم تحط معالج قوي على الوجه دي عشان يشغلها أو عشان ما تهنجش معاك لا دلوقتي في الكيرين 710 معالج متوسط بالإيموشن يو آي ناين الحقيقة الدنيا خفت جدا وهتلاقي تجربة الاستخدام نفسها أسلس أو تجربة الاستخدام نفسها أسرع والأنيميشن بيت أحلى يعني غيروا شكل الآيكونات شوية غيروا حاجات معينة في كده في السوفتوير ولكن ما تغيرش تغيير جزري يعني ما تهدش وتبنى من تاني يعني من أول مرة وكمان جاي بخاصية او فتح الجهاز ببصمة وشك واللي اشتغلت بشكل مميز جدا ولكن هتكون مش آمنة قوي لأن هي بتشتغل بالكاميرا ما فيهاش سنسور خاص بالموضوع ده هي بتشتغل بالكاميرا الأمامية فأنصحك لو انت جت الجهاز ده استخدم البصمة الخلفية إلا لو انت عايز بقى تستخدم خاصية فتح الجهاز ببصمة وشك فهدي حاجة ليك يعني برضو بيدعم شريحتين أو شريحة ما فيش الموضوع اللي هو شريحتين وممريكارد في نفس الوقت لا بيتعم شريحتين أو شريحة واحدة والحقيقة أنا ما لن أحب الموضوع ده قوي خصوصا ان الانر ايت اكس كان فيه اللي هو تحط الاتنين وتحط كمان ولكن ده هنا عكس الانر ايت اكس 베يجي بشريحتين او شريحة وممريكارد نخش بقى على الكاميرات واللي الحقيقة بتميز الموبال ده جامد جدا يعني زي الشاشة بالضبط هي الكاميريات بتميزه جامد جدا وخصوصا الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية هنا بتيجي بدقة 24 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة 2.0 اللي 24 ميجا بيكسل الحقيقة بتاعة الكاميرا الأمامية ديتني أداء خرافي جدا تفاصيل الصورة أو تفاصيل ويشي وأنا بتصور الحقيقة حاجة ممتازة جدا كمان البوكاء افاكت أو خاصية العزل فيها كانت بتيجي ممتازة جدا عزلت ويشي بشكل مصبوط مقطعتش ودني مثلا مقطعتش النضارة او مطعتش حتة من شعري عشان تعزل او حاجة لا كانت بتتعامل بشكل مظبوط جدا كمان تباين الالوان ودقة الالوان فيها كانت ممتازة جدا فالكاميرا الامامية هنا في الموبايل الحاجة بتميزه بشكل كبير جدا جدا في الفئة السعرية بتاعت الجهاز ده ما اعتقدش ان انت هتلاقي جهاز ب3800 جنيه في كاميرا امامية بدقة 24 ميجا بيكسل الجهاز ده معمول للي بيحب السيلفي او للي بيحب يتصور بالكاميرا السيلفي الحقيقة الكاميرا السيلفي بتاعته ما تقلش اي حاجة عن موبايلات فئة متوسطها ب5000 جنيه وب5000 جنيه ولكن عكس كده عندنا كاميرتين خلفيتين هم مش مميزين قوي صراحة فواحدة بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 واحدة فيهم بتيجي بدقة 2 ميجا بيكسل الكاميرات اللي ورا الحقيقة كانت بتديني اداء مميز جدا جدا الصبح ملقتش فيها اي مشاكل خالص ولا خاصية العزل ما فيش اي مشاكل خالص وتبايني والالوان والتفاصيل اللي في الصورة ممتازين جدا ولكن كانت بالليل بتديني شوية نويز في الصورة او بيبتدي نويز يبن في الصورة وبتبتدي تفاصيل الصورة تقل او شرطنص بتاع الصورة نفسه او حدة الصورة نفسها تقل عن الصبح وده طبيعي في فقط الجهاز الثالثي السعرية ولكن كنت اتمنى ان هم يعملوا كاميرا مميزة زي كاميرا الامامي كمان ضفت حاجة مميزة جدا في اليموشن يو اي ناين او المستخدم الجديد بتاعتهم في الكاميرات ولا هي حاجة اسمها الهاي فيجن دي هو بيستخدم او الذكاء الاصطناعي في التعرف على الحاجة اللي قدامك وعندك تلات اختيارات هنا ممكن تتعرف على الحاجة ويترجمها لو عندك كلام مسلا او حاجة عايز تترجمه بيترجمها لك فوري في الكاميرا وعندك الاختيار التاني ان هو لو مسلا بتدور على حاجة انت مش عارف اسمها او حاجة على طول اول ما توجه الكاميرا عليها هيجيبها لك على مواقع امازون والحاجات دي عن سو دوت كوم والحاجات بتاعاتنا دي مش مدعومة قوي ولكن هيديك اسم الحاجة او هيديك اسم المنتج اللي انت عايز تجيبه. تالت حاجة واللي هي اسمها واللي هو بيتعرف على الحاجة اللي قدامك. يعني مسلا لو انت بتشاور على البرج القاهرة مسلا هيقول لك ان ده برج القاهرة تبنى سنة كزا كزا لو بتشاور على الاهرامات مسلا لو بتروحت امريكا مسلا وعايز تعرف المعلم السياحي ده بتاع ايه على طول تطلع الكاميرا بتاعتك وتختار ايدنتفاي دي هيجيب لك اي معلومات عن المعلم اللي انت حطه قدام الكاميرا. فدي حاجة الحقيقة ظريفة انا حبيت اذكرها برضو دي من الحاجات الجديدة اللي هي في الاموشن او واجهة المستخدم الجديدة بتاعت هواوي. الانر تان لايت بيجي ببطارية بساعة تلات تلاف وربعمية ميلي امبير وبتشحم من خلال المايكرو يو اس بي للأسف وما بتدعمش الشحن السريع فشحنت من صفر المية تقريبا في ساعتين ونص وده رقم يعني دهيقني الى حد ما وبرضو قعدت من مية في المية لغاية ما وصل خمسة في المية تقريبا قعدت ست ساعات من وقت عمل الشاشة. انا كنت اتمنى برضو ان البطارية تعلق اكتر من كده ولكن ده بالنسبة لي ممكن بالنسبة للناس البطارية تكون مقبولة عادي جدا. عموما ست ساعات سكرين شوف انت بالنسبة لك البطارية دي مقبولة ولا لأ دي حاجة ترجع عليك انت. وبس كده دي كل حاجة عن قولوا لي رأيكو تحت في الكومنتات ايه رأيكو في خصوصا ان هو هينزل بسعر 3800 جنيه وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك من تحت وما تنساش ما تنساش ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس على زرار الجرس اللي جنبه عشان يجيلك اي فيديو انا بنزله جديد. كان معكم محمد سامي اشوفه فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.